من واشنطن ينضم إلينا عبد الرحمن يوسف الصحف المختص بالشأن الأمريكي لنتحدث معه عن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن وأيضا تصريحات المسؤول القومي الأمريكي جيك سوليفان بالأمس نبدأ معك سيد عبد الرحمن مما قاله بايدن بايدن بأن تجاوز الحد الرد الإسرائيلي في غزة تجاوز الحد هل هناك من تغير طرأ بشكل مفاجئ على الموقف الأمريكي برأيك؟ أنا أظن الشخصي أنه ليس هناك تغير مفاجئ بالمعنى الدراماتيكي لكن بطبيعة هناك هناك تغير في رفع مستوى حدة الخطاب وعلانيته لأنها منذ ديسمبر الماضي وأنا قلت هذا على شاشتكم أننا سنشهد نوع من أنواع السجال ما بين الديمقراطيين أو الجناح الديمقراطي الذي يضغط على بايدن وما بين اليمين الإسرائيلي هناك اختلاف في تفاصيل الأجندة واختلاف في تطبيق القضاء على حماس أو عدم وجود سيطرة لها على قطاع غزة بطبيعة الحال اليمين الإسرائيلي ولا سيما ناتنياهو الذي هو رجل تربى في الولايات المتحدة الأمريكية ونشأ فيها وخريج هارفورد هو يعلم أن كل هذه الانتقادات لن تؤدي إلى شيئا عمليا وبالتالي تمادى فيما ذهب إليه من استخدام القوة البطيشة وجرائم الحرب في غزة بمساندة من سيموترش وابن جافير واليمين المتطرف الذي يحتل قرابة 14 مقعد ويهدد كل وقت الآخر أنه سيخرج من الحكومة هذا الشخص يعلم جيدا الولايات المتحدة الأمريكية ويفهمها ويفهم قادتها فتمادى الأمر هذا الأمر ضغط على بايدن على المستوى الداخلي وعلى مستوى وضع الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بإظهار أنها ليس لديها مصلة أخلاقية فيما يتعلق بإدارة هذا الصراع مع استمرار التمويل العسكري وتجاوز بايدن بحسب كثير من المشرعين وحسب كثير من المنتقدين لعدد من القوانين التي بموجبها تحتم عليه أن يعود الكونجرس قبل أن يعطي هذا القدر وهذا المستوى من السلاح ونوعاته إلى إسرائيل فاضل كايلي بايدن فاضل كايلي بايدن وبلينكين رجع عاد إلى واشنطن من جولة طويلة خالية الوفاد الأعلام الأمريكية هنا يناقش وماذا بعد لأن بلينكين فشل في أن يأخذ أي شيء من نتنياهو أو أن يحدث أي نوع من أنواع الاختراقات في الموقف الحالي السؤال هو سيد عبد الرحمن ما الذي حمله بلينكين إلى إسرائيل الذي يعود خالية الوفاد منذ بداية هذه المعركة وهناك توافق أمريكي إسرائيلي على القضاء على حماس وعدم وقف إطلاق النار قبل تحقيق إسرائيل لهذه المهمة ما الذي تغير أين تكمن نقطة الخلاف لأمريكي الإسرائيل النقطة تكمن في مسألة إدارة الهدن وبلينكين قال نصا على الأطراف أن تقدم تنازلات صعبة إذا رأينا موقف حماس موقف حماس كان غاية في التقدمية قدمت ردا مفصلا بخطة ربما يحدث كما قال كيربي وبلينكين أنه كان ردا إيجابيا جدا وفيه نقاط اختلاف يمكن التفاوض بشأنها لكن بدأ أن حماس جدة وبدأ أن حماس طرفا لا أقول عاقل في وجهة نظرهم ولكن متشور لا يعني ناضج لكن ناتنياهو قابل بلينكين بتصريحات طفولية لن يرغبني أحد على شيء لن نعد أحد بشيء لن يكون هناك أي وعود لن يكون هناك أي شيء وبالتالي الطرف الذي هو متهم بأنه تسبب في كل هذا الأمر يريده حلا ويقدم توصيف أو خطة تفصيلية أو مذكرة تفصيلية بالخطوات وبالجهات الضامنة وبكل شيء في حين أن الطرف الذي هو شريك الولايات المتحدة الأمريكية ومن المفترض أنه يساعد الولايات المتحدة الأمريكية ورئيسها على خروجه من المحنة السياسية الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية أو يعطي أي شيء يمكن من خلاله التفاوض والضغط بها على حماس يرد أو يتصرف بنوع من عدم الاكتراث لشريك وفضلا عنه دائما الإحراج له نحن نتذكر أنه حينما صرح بايدن بشكل مباشر وعلنيا حول فكرة حل الدولتين كمخرج من هذا الصراع وكمخرج من أزمة ما بعد 7 أكتوبر نتانياه في اليوم التاني مباشرة مع فرق التوقيت 8 ساعات ما بين واشنطن وتل أبيب خرج مباشرة وقال لن يكون هناك حل الدولتين لن يكون هناك دولة فلسطينية وبالتالي هذا أحرج بايدن وأنا أحضر البريفنج الصحفي في وزارة الخارجية كثير من الأسئلة حتى من صحفيين غير عرب تتحدث إما بشكل مباشر أو غير مباشر عن إحراج إسرائيل للولايات المتحدة الأمريكية ولماذا الصمت على هذا الأمر وما هي الأدوات التي يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تضغط بها على إسرائيل فظن الشخصي أن بايدن مع حالة التردي في شعبيته وتزايد شعبية ترامب والاقتراب من الانتخابات ومع عودة بلينكين خالي الوفاة ومع الظهور أمام العالم أن الشريك الإسرائيلي الذي هو قريب منه يتسبب في إحراج له هذا كله جعل بايدن يفيد بها الكلمة التي كانت مجدولة لم تكن مجدولة لإسرائيل كانت مجدولة للرد على أمور سياسية أمريكية تتعلق بالبيت الأبيض وما إلى ذلك ورغم ذلك الأين بايدن يلقي عددا من القنابل من بينها ما تحدث عنه عن مصر سأتي إلى نقطة مصر ولكن قبل ذلك سؤال أخير عن رد بايدن أو توصيف البيت الأبيض المقترح الذي تقدمته حماس بأنه فيه شيء من الإيجابية هذه هي الإدارة ذاتها التي خرجت في أعقاب السابع من أكتوبر وكانت توصف حماس بداعش تتهمهم بقتل الأطفال واقتصاب النساء اليوم تقول بأن المقترح الذي قدمته فيه نوع من الإيجابية هل هذه إشارة سيد عبد الرحمن ببدء قبول أمريكي بدور ما لحماس في اليوم التالي بعد الحرب علينا أن نعلم أن الستريم ميديا خاصة الكبيرة سواء كانت المحافظة مثل بولي ستريت جورنل أو نيورك تايمز في صورة التقدمية أو التقدمية وسط أو يسار الوسط نيورك تايمز نقلت عن الاستخبارات بأنه على الرغم من أن إسرائيل أثرت على حماس أو أضعفت قليلا من قدرتها أو أضعفت من قدرتها إلا أن حماس مازالت قوية وولي ستريت جورنل تحدثت عن قوة حماس مازالت موجودة بالنسبة تتراوح ما بين 70 إلى 80 بالمئة وأنا سألت ماثيو ميلر المتحدث باسم جارة الخارجية الأسبوع الماضي قلت له هل نحن أمام سيناريو لطالبان بمعنى أن تجلس إسرائيل وحماس أو أمريكا وحماس في قطر للتوقيع على اتفاق يعني تكرار مشهد طالبان فقال نحن نسعى إلى حل الدولتين لم يقل نعم بشكل مباشر لكنه لم ينفي يعني في رده علي وعلى سؤالي لم ينفي قال أن هناك تأثير وعلى إسرائيل حقاقت وبلا بلا بلا لكن نحن نسير على مصار سياسي ونرى أن حل الدولتين هو حل ناجز وما إلى ذلك وكل هذه الأمور التي لم تنفي الأمر الذي يعني أن هم يعلمون جيدا أن حماس مترسخة في المجتمع الفلسطيني هي ليست داعش هم يعلمون أنها ليست داعش هم يعلمون أنها ليست لحماس أي خطابات تتحدث عن حالة أممية لا يوجد أي مقاتلين داخل حماس غير فلسطينيين وبالتالي هم يفهمون هذا جيدا لكنهم يكابرون هم يعاندون وفي نهاية الأمر رأينا أن أدوات الضغط هي الذهاب إلى السعودية الذهاب للسلطة الفلسطينية وخطاب بايدن اليوم لأنها كلها وطبعا الثناء على موقف حماس لأنني كما أشرت الحماس يتم النظر إليها في هذا الظرف الحالي وفي هذه الورقة التي قدمت بأنها طرف ناضج يمكن التفاوض معه وبالتالي هذا كله نوع من أنواع الضغط غير المباشر على إسرائيل من قبل الإدارة الأمريكية التي طرح أنه يضحي بها يعني دهامني الوقت ولكن السؤال سريع فيما يتعلق بالتصريح الذي قاله عن الرئيس السيسي بأن بايدن أقنعه بحسب تعبيره بأن يفتح المعبر لدخول المساعدات الإنسانية وهذا كان أمر أو موقف مرفوض من قبل الرئيس المصري تعليق سريع جدا على هذه النقطة وعن تداعياتها هي خطيرة جدا تحتاج إلى رد من رأس الدولة المصرية وليس منها من الهيئة العامة للاستعلامات أو حتى من وزارة الخارجية تحتاج رد من السيسي مباشرة لأنها حديث بينها وبين السيسي وظن الشخصي أن هذا يربما يؤكد للعالم حتى لو كان خاطئا الرواية الإسرائيلية في محكمة العدل الدولية حينما نفت عن نفسها أنها تستتسبب في مجاعة وألقت الكرة في ملعب مصر وأن مصر هي المتحكمة في المعبر على مصر أن تفتح المعبر وترد وتفتح المعبر على مصرعي ولا ترد فقط رد نظري من رأس الدولة رد نظري ورد عملي وإلا فالسيسي هو أيضا متورد في جريمة حرب لأنه في هذا الأمر تمهى مع نتنياهو ويبدو أن بايدن يريد أن يقول أنه هو من تدخل لدى الترفين لأنه ذكر أيضا نتنياهو في مستوى الإقناع فيبدو أن المساعدات التي لم تدخل في الأيام الأولى بحسب بايدن كانت باتفاق إسرائيلي مصري خاصة أن هناك لجنة أمنية بعيدة عن الولايات المتحدة الأمريكية تتعلق بإدارة هذا المعبر فيبدو أن كان الاتفاق بين مصر وإسرائيل هو عدم إدخال المساعدات وبايدن هو من تدخل وإذا أثبتت الولايات المتحدة الأمريكية هذا الشأن فالنظام المصري شريك في النظام الإسرائيلي في استعسبه في المجاعة في فلسطين شكرا جزيلا عبد الرحمن يوسف الصحف المقتص بالشأن الأمريكي كنت معنا من واشنط شكرا جزيلا عبد الرحمن Interme